هل تضم الأنواع التي من جنس واحد لإكمال النصاب في زكاة الزروع والثمار؟ والجواب نعم والجواب نعم تضم الأصناف من جنس واحد في زكاة الزروع والثمار لإكمال النصاب هناك إجماع على ذلك نقل ابن حزم ابن قدام غيرهما واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في الثمر مطلقا أوجب الزكاة في الثمار بصورة مطلقة ومعلوم أن الثمار تشتمل على أنواع كثيرة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمييز كل نوع عن الآخر وإخراج زكاته على حدة فتضم الأنواع التي من جنس واحد من أنواع الثمار والزروع لتكميل النصاب لإخراج الزكاة طب لو علاء صاحب هذا المال الزكاة ومن الزروع والثمار دين عليه دين هل يمنع الدين زكاة الزروع والثمار والجواب لا كما بينا قبل ذلك أيضا لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الزروع والثمار وهذا مذب الجمهور من أهل علم من الأحناف والملكية والشفعية بل وهو رواية عن الإمام أحمد واستدلوا على ذلك بالدليل العام كما في قول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به قالوا هذا نص عام يدل على وجوب الزكاة في المال سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشر ومن أصحاب الثمار ولا أمرهم أن يستفصلوا من أصحاب هذه الأموال هل عليهم دين أم لا مع أن الغالب أن هؤلاء عليهم ديون لأن من عادتهم أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فيكونوا على صاحب المستين دين سلف ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم يخرص عليهم أن يقدرها وهو التقدر بالظن ويخرجون عليها الزكاة ثم النصوص التي جاءت بالأمر بالزكاة جاءت مطلقة دون تقييد بدين أو نحوه فإسقاط الدين من الزكاة إذا بلغت النصاب أي إذا بلغ المال حين جمع الزكاة إذا بلغ النصاب إسقاط الدين منه لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ثابتة ولا من إجماع وذكرت قبل ذلك أن الزكاة تتعلق بعين المال المملوك للمالك والذي يتصرف فيه لا بما في ذمته فهو مالك لما بيده ويتصرف فيه وبلغ النصاب فوجب عليه أن يخرج فيه الزكاة